دعية لمدعي عام المحكمة الدولية القاضي المستقيل دانيال بلمار إلى بيروت كانت كفيلة بإعادة الزخم إلى ملف المحكمة الدولية بعدما عانت من خمود جزئي منذ مرحلة ما بعد صدور القرار الظني الأول مصادر في المحكمة الدولية أكدت للأم تيفي أن بلمار حمل إلى من التقاهم انتباعا شبه أكيد بصدور قرار اتهامي جديد في خلال شهر شباط المقبل يربط بين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين جرائم محاولتي اغتيال الوزيرين السابقين الياس المر والنائب مروان حميد واغتيال جورج حاوي وهو أمر متوقع قانونيا ليس من المستبعد أن يكون هناك قرارات أخرى ومتهم آخر لذلك وهذا ما أكد عليه رئيس مكتب الدفاع منظفات القصيرة باعتبار أنه حين تكتمل المعطيات وتستكمل كافة التحقيقات ربما أو الحيثيات أو الأدلة أو القرائن ربما نصل إلى قرارات ظنية تستكمل القرار الذي صدر وتتهم ربما آخرين وربما لا تصدر ولكن ليس من المستبعد أن تصدر ولذلك أعتقد أن المحاكمات يوم تبدأ تبدأ على إطار قرار نهائي مصادر المحكمة أكدت أيضا ما تم تداوله عن طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بلمار في خلال اللقاء الذي جمعهما تأجيل القرار الاتهامي الجديد ريثما يطم إقرار تجديد البروتوكول بين لبنان والمحكمة وهو ما رفضه بلمار الذي شدد على عدم تسييس عمله لأي سبب أن تطلب أي سلطة من المحكمة الدولية ابتخاذ أو عدم اتخاذ قرار معين فهذا يخرج عن نطاق العلاقة بين هذه السلطة والمحكمة باعتبار أن الإطار القانوني لهذه العلاقة هو ضمن البروتوكول الموقع بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة حول موضوع المحكمة وبالتالي كل ما يخرج عنه يكون خارج الموضوع وتشير المصادر للأم تيفي إلى أن بلمار أبلغ جميع من التقاهم أنه شكل قضية صلبة وقوية وأن المحكمة ماضية بالتحقيقات في كل الجرائم التي وقعت منذ عام 2004